اهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة من برنامج النفط والطاقة وفيها كل المعلومات التي تودون معرفتها عن عالم الطاقة والنفط والغاز ارافقكم فيها هذا الاسبوع انا لبنى فواز ولكن بداية دعونا نذهب الى العنوي العراق يخطط لسداد متأخرات شركات النفط بنهاية هذا العام ورويل داتش شال تعلن عن احتمال خروجها من نحو عشرة دول بموجب خطة لبيع الأصول وإلغاء 120 ألف وظيفة في بريطانيا بسبب تراجع النفط وإلى أولى أخبارنا النفطية وفي قطاع الطاقة لهذا الاسبوع يخطط العراق لتسوية جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية بنهاية هذه السنة حسب ما ينص اتفاقه مع صندوق النقد الدولي وقال أحد مستشاري رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للسياسات المالية مظهر صالح إن القرار جزء من الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة الأسبوع الماضي لتأمين قروض بقيمة 5 مليارات و400 مليون دولار من صندوق النقد الدولي على مدار ثلاث سنوات ولم يكشف صالح عن حجم المتأخرات لكنها كانت تقدر العام الماضي بمليارات الدولارات أبقت منظمة أوبيك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام 2016 دون تغيير عند مليون ومائتي ألف برميل يوميا كما أبقت على توقعاتها للطلب على نفطها دون تغيير عند 31 مليون و490 ألف برميل يوميا وأشار تقرير لأوبيك إلى أن الفائد المعروض سيتقلص في النصف الثاني إلى 160 ألف برميل يوميا حيث بلغ الفائد مليون و590 ألف برميل يوميا في الربع الأول حدد المحلل النفطي محمد الشطي 15 محورا ستظل تحظى باهتمام السوق النفطية العالمية على مدار العام الحالي باعتبارها المحددة لسقف تعافي الأسعار من أبرز هذه المحاور استمرار تأثر الإنتاج النفطي في مناطق مختلفة لأسباب فنية وجيوسياسية فضلا عن ضعف أسعار النفط الخام لنعرف مزيد عن هذه المحاور ينضم إلينا الآن من الكويت الخبير النفطي السيد محمد الشطي أهلا بك سيد محمد نرحب بك وطبعا بداية دعنا نسألك عن موضوع الأسباب الفنية والجيوسياسية التي ذكرتها نحن نعرف أن المقصود طبعا التوترات الأمنية في نيجيريا أيضا التوترات في فنزويلا الحرائق في كندا وغيرها ولكن هل كل هذه الأسباب أسباب آنية غير مرتبطة بمدى زمني معروف أو محدد وبالتالي هل لها هذه القدرة الكبيرة على تحديد سعر النفط والتحكم بأسعار النفط على مدى طويل بلا شك نحن الآن في سوق منذ نوفمبر أو منذ النصف الثاني من 2014 هي سوق متخمة والمخزون في أعلى مستوياته لذلك أي نقص في المعروض يعني نقص في مناطق الإنتاج أو تأثير في مناطق الإنتاج لأي سبب من الأسباب يؤدي إلى نقص في المعروض وبالتالي يؤدي في النهاية إلى نقص المخزون وبالتالي يؤدي إلى التوازن بلا شك يعني ما حدث في نيجيريا من هبوط وتأثر الإنتاج تقريبا في حدود 500 ألف برميل يوميا هو رغم أنه سبب مؤقت لكن يبدو أنه ممتد لأشهر قادمة أمامنا كذلك الأمر بالنسبة لفنزولا فنزولا تأثر الإنتاج بما يقارب تقريبا من 200 ألف برميل يوميا وهي أيضا أسباب مرشحة للزيادة كذلك حتى في مسألة كندا كان الاعتقاد السائد بأن المليون برميل يوميا الذي تأثر هذا ممكن يكون فقط لتقريبا في 20 مايو اليوم نحن في 9 أو 11 يونيو ما زال الإنتاج متأثر في هذه الجملة تأثر الإنتاج في مناطق الإنتاج وبالتالي تجاه في طريق التوازن فبلا شك رغم أنها أسباب مؤقتة لكن يبدو أنها ممتدة في النهاية الفائدة للسوق والذي يتابع السوق هو أن هذه الأشياء تعني تناقص المعروض في السوق وهذا ما يهتم في السوق السوق يريد أن يرى في نهاية المطاف توازن الآن خرجت علينا دراستين توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وتوقعات سكرتارية أوبك الأثنين يؤكدون بأن خلال الربع الثاني من هذا العام حدث نقص كبير في الفائض من تقريبا مليونين برمليوميا إلى حدود المليون برمليوميا أو أقل حسب الدراسة فهذا كله يعني أننا نحن في اتجاه التوازن وبالتالي دعم الأسعار لذلك وجدنا هذا كان سبب رئيسي في دعم مستوى الأسعار إلا أن نصلنا الآن إلى مستوى قيم متوقعا طالما أنك تتحدث عن موضوع العرض والطلب وطبعا المخزونات الأمريكية وغيرها هناك أيضا كان تنامي في المعروض في المنطقة خاصة بعد رفع العقوبات عن إيران والحديث عن إنتاج إيران النفطي المتزايد هذا أيضا أرخى بضلاله على الأسواق إضافة إلى تصريحات مثلا من العراق بأن العراق أيضا يريد رفع من حصصه الإنتاجية وبالتالي هذا أيضا يشكل ضغط على الأسواق رغم ذلك لم نرى بأن الأسعار تفاعلت مع هذا الأمر هناك أيضا أمرين يتابعهم السوق أولا إجمالي إنتاج الأوبك الفعلي مقابل الطلب على نفط الأوبك في خلال الربع الثاني من هذا العام كان الطلب على نفط الأوبك حسب تقديرات سكرتارية الأوبك 31.2 مليون برميل يوميا بينما كان الإنتاج الفعلي من إجمالي إنتاج أوبك كان تقريبا في حدود 32 مليون برميل يوميا فاصلة أربعة فبالتالي لذلك كان الفائز نقص كثير هذا من ناحية من ناحية أخرى أيضا الإنتاج الفعلي للدول إيران أعلنت أن إنتاجها تعافى ووصل إلى مستويات 3 مليون أو 800 ألف برميل يوميا ولم يتأثر السوق بذلك لذلك هذا يعني أن قدرة أولد أن عودة إيران كانت عبارة عن عودة تدريجية استوعبها الطلب وتم إيصالها إلى منافذ آمنة سواء في الأسواق الواعدة في آسيا أو بالنسبة لأوروبا بدون التأثير المباشر في ميزان الطلب العرض لأن كمية إذا نذكر إيران كان إنتاجها تقريبا مليونين وتسعمائة اليوم ثلاث ملايين وثمانمائة لكن رغم هذا الكم الهائل في سوق متخمة لم يؤثر لأنه عاد تدريجي وتم استعابة من السوق خصوصا إذا رأينا بالنسبة لتعافي الطلب تعافي الطلب بالنسبة للهند مشهود لها بالتعافي الآن تقريبا نسبة زيادة 250 ألف مقابل زيادة سابقة كان في حدود 100 ألف بالنسبة للصين أيضا واردات الصين من النفط الخام ارتفعت بشكل كبير ووصلت إلى تقريبا 7 مليون 600 ألف برميل يوميا بينما في السابق كانت في حدود 6 ملايين فهذه زيادة هي التي تدعم استعاب أي زيادة سيد محمد أيضا تحدشت مع الموضوع هيكلة أسعار النفط ما المقصود تحديدا بهذا الموضوع الذي شددت على أهميته ما المقصود تحديدا بهيكلة أسعار النفط بين الحادر والمستقبل هو بلا شك لما نتكلم عن هيكلة أسعار النفط نتكلم عن حالتين حالة تعرف بالباكورديشن وهي بمعنى أن الأسعار الحالية في السوق النفطية أعلى من مثلاتها في المستقبل وبالتالي تعني هناك توازن في حالة السوق وبالتالي هذا يشجع سحب من المخزون هناك حالة أخرى تعرف بالكونتانجو والكونتانجو بمعنى أن الأسعار الحالية أقل من الأسعار المستقبلية لذلك يشجع الأمر على بناء المخزون شكرا لك ضيفنا من الكويت السيد محمد الشطي الخبير النفطي شكرا جزيلا لك توقعت دراسة جديدة أعتدتها شركة ميكنزي الاستشارية أن يبلغ الطلب العالمي على النفط ذروته بحلول نهاية العقد المقبل وذلك على الرغم من ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد العالمي تتجه الأنظار سوب الطاقة البديلة التي تستخدم بدلا من مصادر الطاقة الحفورية أو تنتج وقودا شبيها بالوقود الناتج عن الطاقة الحفورية والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بأنواعها المختلفة سيعمل على تراجع الطلب العالمي على النفط خلال العقدين القادمين تبقى لدراسة لشركة ميكنزي الاستشارية التي توقعت أن يبلغ الطلب العالمي على النفط ذروته بحلول نهاية العقد المقبل رغم ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد العالمي وخفضت ميكنزي توقعاتها السابقة لنمو الطلب العالمي على النفط إلى حد يمكن أن يجعل الاستثمارات الجديدة الكبيرة في صناعة النفط استثمارات غير مجدية اقتصاديا إذا لم ينتعش الطلب على مستوى التوقعات وقالت إنها خفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط إلى 18% سنويا حتى 2040 وهو معدل يقل كثيرا عن التوقعات العامة بما في ذلك تقديرات ميكنزي نفسها العام الماضي التي توقعت فيها أن ينمو الطلب بنسبة تفوق الواحد في المئة ومن المتوقع أن ينمو الطلب على النفط بمعدلات أبطأ بعد عام 2025 وقد لا تعود الاستثمارات الكبيرة في قطاع الطاقة لازمة ويمكن أن يواجه بعضها خطر الوقوع في مأزق بحسب الدراسة وأشار خبراء في ميكنزي إلى أنه رغم الزيادة في عدد سكان العالم بنحو 36% وتضاع في إجمال الناتج المحلي الإجمالي مرتين فإن تغير القواء المحركة لغطاء الطاقة سيؤدي إلى هبوط الطلب على الطاقة وسيكون هذا التغير مدفوعا بثلاثة عوامل الأول أن نمو إجمال الناتج المحلي العالمي يكون أقل بنيويا مع تزايد شيخوخة السكان والثاني أن الاقتصاد العالمي يبتعد عن الصناعة التي تتسم بكثافة الطاقة نحو الخدمات والثالث أن كفاءة استخدام الطاقة تستمر في الارتفاع بدرجة عالية وتتوقع دراسة مكنزي أن يتوفر نحو 80% من الطاقة المطلوبة لتلبية هذه الحاجة من الطاقة الشمسية وطاقة الريح أعلنت شركة رويل ديتش شال العملاقة للطاقة عن احتمال خروجها من نحو 10 دول بموجب خطة أعلنتها سابقا لبيع أصول للنفط والغاز على مدى عامين وفي أعقاب استحواذها مؤخرا على مجموعة بريتش جاز جروب من المتوقع أن تسعى الشركة كذلك إلى توفيرات أكبر من المعلن عنها سابقا وقالت الشركة البريطانية الهولندية أنها تسعى إلى توفير أربعة مليارات ونصف المليار دولار خلال عامين أي بزيادة مليار دولار عما كانت قد أعلنته سابقا كما خفضت شيل من استثماراتها لعام 2016 لتصل إلى 29 مليار دولار أعلنت شركة النفط الروسية روزنفت إن انخفاض أسعار النفط في الربع الأول من العام الحالي يؤثر بشكل كبير في أرباحها التي تراجعت بنسبة 80% وسجلت الشركة أرباحا صافية بلغت 200 مليون دولار في الربع الأول بعد أرباح بلغت مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي وشهدت إجمال إرادات روزنفت انخفاضا بنسبة 32.6% إلى 14 مليار ونصف المليار دولار أمريكي وقالت الشركة إنما دخيلها قبل خصم تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاكات والاقتطاعات تراجعت أيضا بنسبة 26% إلى 3 مليار و700 مليون دولار النفط والطاقة مستمر معكم وفيه بعد الفاصل جاز بروم تهاجم أوبيك وتتهمها بزعزعة استقرار سوق النفط في العالم أهلا بكم من جديد أعلنت شركتاء نيوة بريتش بيتروليوم عن كشف مهم جديد للغاز الطبيعي في منطقة تنمية جنوب بلتيم شرق دلتا النيل في مصر وقدرت الشركتان احتياطيات الحقل بين 70 و 80 مليار متر مكعب من الغاز يذكر أن الكشف يبعد عن الشاطئ مسافة 12 كيلو مترا وينتج حاليا 65 ألف برميل معادل من البترول في اليوم وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في أغسطس الماضي عن تحقيق أكبر كشف للغاز الطبيعي في مصر ويسمى شروق في المياه العميقة بالبحر المتوسط بمساعدة شركة إنيئة الإيطالية وهو ما اعتبره خبراء أكبر اكتشاف نفطي في التاريخ للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور جمال القليو برئيس مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية والسياسية وأستاذ هندسة البترول والطاقة أهلا بك دكتور جمال دعنا لو سمحت في البداية أن نسألك عن أهمية هذا الكشف بالنسبة لقطاع الطاقة والغاز في مصر تحديدا دعيني أطرح لكي أن بداية سلسلة هذه الاكتشافات كما شرحتي بداية من أغسطس بحق لزهر في منطقة شروق انتياج شروق ثم يتبعها اكتشافين في نفس السنة الاكتشاف الأول كان لمنطقة نورس في بداية 2015 ثم هذا التطوير الكبير لهذه المنطقة الأملاقة والتي وصلت إنتاجيتها مع الاكتشاف الثالث لمنطقة ندوكو أو الشمال ندوكو هذه الثلاث اكتشافات تصل إلى حيث 350 مليون أدم مكعب وهي تنتج بالفعل لأن لدى الدولة المصرية بنية تحتية متاحة لتعزيل منطقة وهي منطقة عبر المنطقة الأرضية التدريسية أمام شواطئ البحر المتوسط أما الاكتشاف الأول والتي أعتبر كما أشارت من أكتشافات في منطقة البحر المتوسط وعلى حد ترسيب البحر المتوسط وحق لزهر هناك التزام بين الشركة الإيطالية والحكومة المصرية في أنه كما أعلن وكما تم تفصيحها أنه في القبل الحكومة المصرية أنه سوف يتم الانتاج من حق لزهر في الربع الرابع من 2017 بحيث مبدأي من الانتاج يصل إلى حوالي 81 مليار أدم مكعب غاز يومي ثم يمتد هذا التطوير في الربع الثالث من 2018 والربع الرابع من 2019 لكي يصل حجم الانتاج من هذا الحق بداية لحوالي 2 مليار ثم في نهاية 2019 يصل إلى 2.5 مليار أدم مكعب غاز يومي هذا ما سوف تم التعاقد عليه ما بين السلام الشركة الإيطالية والحكومة المصرية أما ما هو حديث ويمكن تم الإسفاح عنه وإعلانه ونشره في 9 من هذا الشهر وهو الحقل لمنطقة شمال غرب بلطيم وهذه منطقة تقع أمام الشواطئ المصرية تبعد عن الحقل الكبير لنورس حوالي 10 كيلو مترات في اتجاه الشمال الشرقي نعم ونحن نشكرك على كل هذه المعلومات دكتور جمال القليو برئيس مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية والسياسية وأستاذ هندسة البترول والطاقة كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة شكرا لك قالت وكالة الطاقة الدولية أن نمو الطلب على الغاز الطبيعي سيتباطئ إلى متوسط 1.5% سنويا حتى العام 2021 سيؤدي الركود في أوروبا والشكوك بشأن الاستهلاك الصيني إلى تحييد التأثير الإيجابي للنمو القوي في الهند وأشارت الوكالة إلى أن الهند ستقود نمو الطلب على الغاز بمتوسط 6% سنويا في حين سينتعش الطلب الصيني على الأرجح بفضل التحول من الفحم إلى الغاز في محطات توليد الطاقة الآن ينضم إلينا من لندن الدكتور مصطفى البازركان المستشار في أسواق المال والطاقة لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع أهلا بك دكتور مصطفى أسعار الغاز على مدى السنتين الماضيتين كانت تشهد الكثير من الضغوط شهدنا تراجعات كبيرة في أسعار الغاز ربما بنحو 80% واليوم وكالة الطاقة تتحدث عن زيادة في المعروض لماذا هذه الضغوط؟ ما سبب تراجع الأسعار وهذه الوفرة في المعروضات؟ طبعا لا بد أن نعود إلى أسباب هذه الحالة هذه الحالة بدأت حينما كانت هناك أسعار الفائدة تقريبا صفر ولذلك الشركات النفط والغاز العالمية بين عام 2006 و2014 ارتفعت ديونها للاستثمارات من تريليون دولار إلى ثلاثة تريليونات دولارات ولذلك نرى أن هذه الشركات توجهت للاستثمارات الاستثمارات قفزت من 90 مليار إلى 280 مليار هذه جعلت هناك وفرة في مكامل الغاز ولذلك شهدنا اكتشافات كثيرة في استراليا في البحر المتوسط وكان آخرها ما أعلن قبل أيام من اكتشاف لمكمن غازي كبير أمام السواحل المصرية بالإضافة ما سبق في سواحل فلسطين ولبنان ولذلك نرى أنه كان لماذا بسبب أسعار الغاز المرتفعة حتى العام 2014 دفعت الشركات إلى الاستثمارات وهذا الذي ولد الوفرة في المعروض الغاز إضافة إلى وفرة مصادر أخرى للطاقة كالنفط ولذلك تراجعت أسعاره دون المستوى لـ 30 دولارا هذا الذي جعله هناك ضغوط بأسواق الغاز الآن بدأت شركات تعيد هيكلة نفسها بالنسبة إلى خطتها أو هيكلة خطتها الاستثمارية بالنسبة إلى الغاز الطبيعي هل تعتقد أنه بسبب هذا الواقع المستجد في عالم الغاز لن يكون هناك استثمارات مستقبلية على الأقل في المدى المنظور من قبل شركات الغاز خاصة وأننا نعرف أن هذه الشركات ترزح حاليا تحت عبئ مديونية عالية صحيح ستكون هناك تراجعات إلا إذا كان هناك إشارات عودة أسعار الغاز ولكن هناك استثناءات على سبيل المثال النرويج قبل أيام أعلنت عن صفقة لعقد مشترك مع إيران بقيمة 600 مليون دولار لاستثمار الغاز الطبيعي الإيراني هذه نقطة إضافية تأتي إلى إضافة المعروض من الغاز ولذلك أنا أعتقد أنه تقرير وكالة الطاقة ولو أنه يذكر نقاط لا بد من الإشارة إليها يعني يذكر أن هناك ركود اقتصادي في أوروبا ليس هناك شواهد حتى اليوم أن الاقتصاد الأوروبي يتجه إلى الركود هناك بعض المشكلات تواجه الاقتصاد ولذلك أنا أعتقد أنه تقرير وكالة الطاقة يستند إلى توقعات أكثر مما هي ممكن تتحقق وقد لا تتحقق أيضا يعني ربما تقرير وكالة الطاقة كما تقول كان حاد ولكنه يشير في بعض المواضع وإن كان بين الأسطر يعني إلى التنافس إلى اجتداد المنافسة بين المنتجين وبين أيضا موضوع المنتجين والمستهلكين وربما هذا الأمر سينعكس بتنافس أكبر بين أمريكا وروسيا تحديدا هل سنشهد منزيد من هذا التنافس في الفترة المقبلة وهل سينعكس هذا الأمر أيضا على آليات ربما التسعير والبيع في مجال الغاز بالتأكيد هذه نقطة أساسية ستخلق تنافسا يعني هناك مشروع فيليب كونوكو بقيمة 35 مليار دولار في استراليا الغاز الطبيعي في استراليا هذه أحد أكثر أكبر موردي الغاز إلى آسيا هناك أيضا الغاز الروسي الذي تشرف عليه هي شركة غازيبروم هي تواجه الآن أيضا مشكلات لماذا هناك لديها طاقة انتاجية أكبر من المطلوب ولذلك برأي الشخص أنا أعتقد أنه سيكون هناك منافسة بين الغاز الصخري الأمريكي الذي ستتراجع كلفة نقله من الولايات المتحدة إلى أوروبا وستنافس الغاز الروسي في الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي دكتور مصطفى دعني أسألك عن موضوع غاز برومت تحديدا لأنه تقرير وكالة الطاقة الدولية يشكك اليوم بجدوى مد الأنابيب إلى ألمانيا مباشرة من دون المرور عبر أوكرانيا تحديدا موضوع خط أنابيب نوردسترين هل تعتقد أنه بالفعل هناك عدم جدوى اليوم من هذه الخط الأنابيب برغم طبعا كل المصالح الخاصة بروسية في هذا الموضوع طبعا لا بدنا من تأكيد أنه وكالة الطاقة تمثل عن أصلاح الدول المتقدمة والدول الصناعية هذه نقطة نقطة ثانية والمهمة وهي أنه غاز بروم تحاول مد هذا الخط من أجل تفادي الانقطاعات التي تتعرض لها خط الغاز إلى أوروبا الروسي إلى أوروبا بسبب مشكلة أوكرانيا وهذه تكررت أكثر من ثلاث أربع سنوات ولكن هناك نقطة مهمة أنه لا تزار روسيا تحت عقوبات أوروبية فأنا أعتقد أنه مسألة جدوى هذا الخط في هذه الظروف الحالية ستؤجل ويحتاج إلى استثمارات غاز بروم الآن لا تتوفر لها هذه الاستثمارات الكبيرة ولا يتوفر الدعم الدولي الأوروبي لمد هذا الأنبوب لنقل الغاز الروسي نعم ونحن نشكرك ضيفنا من لندن الدكتور مصطفى البازر كان المستشار في أسواق المال والطاقة شكرا جزيلا منك قال رئيس شركة غاز بروم نفط وحدة إنتاج الخام لشركة الغاز الروسية غاز بروم أليكسانتر ديوكوف إن الشركة تتوقع زيادة إنتاجها بـ 5% في العام 2016 ليصل إلى نحو 86 مليون طن من المكافئ النفطي وقال إن الشركة ستستخرج من تلك الكمية نحو 60 مليون طن من النفط متهما منظمة أوبيك بزعزعة استقرار سوق النفط في العالم من خلال زيادة الإنتاج وأشار ديوكوف إلى أن الشركة ستزيد الإنتاج من حق البدرة العراقي من 1.4 إلى 2.6 مليون طن في العام 2016 لافتا إلى أنها مهتمة بالدخول في مشروعين إيرانيين لكن لا محادثات بعد أعلن اتحاد شركات النفط والغاز أن صناعة النفط والغاز في بريطانيا على وشك خسارة نحو 120 ألف فرصة عمل مباشرة أو غير مباشرة بين العامين 2014 وأواخر العام الجاري 2016 وذلك بسبب تراجع أسعار النفط وذكر الاتحاد بأن العمل في حقول النفط في بحر الشمال كان يؤمن نحو 450 ألف فرصة عمل في العام 2014 وهي السنة التي بلغ فيها عدد الموظفين الزروة مشيرا إلى تراجع أسعار النفط أدى إلى اختفاء نحو 84 ألف فرصة عمل في العام 2015 وقد يتم إلغاء نحو 40 ألف فرصة عمل أخرى في العام الجاري 2016 لأن الشركات تسعى إلى تقليص نفقاتها حتى تحافظ على أرباحها في الإطار الحالي للأسعار نصل الآن مشاهدين إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من النفط والطاقة شكرا لكم لمتابعتنا وطبعا ندعوكم لمتابعة المزيد من الأخبار والتفاصيل الاقتصادية ومنها الأخبار النفطية على موقع cnbc عربية www.cnbcarabia.com وطبعا وصفحاتنا المختلفة على موقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك تويتر وطبعا صفحة cnbc عربية على اليوتيوب شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة